إعلان القدس عدوان على الشعب وحقوقه بهذه العبارة نددت الفصائل الفلسطينية بهذا الاتفاق الأمريكي صهيوني الذي وقعه جو بايدن ورئيس حكومة الاحتلال ياير لابيد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعي الهنية قال إن محاولات الإدارة الأمريكية إعادة هندسة المنطقة بإشراك الكيان مصيرها الفشل داعيا إلى حماية المنطقة ولن يكون ذلك إلا بتحالف مكونات الأمة ودولها حماس حذرت أيضا من مغبة التعاطي مع مشاريع الإدارة الأمريكية التي وصفتها بالمشبوهة والرامية إلى الدعم اللامحدود للاحتلال الإسرائيلي والتأكيد على أمنه نحذر قيادة المنطقة من التعاطي قيادات المنطقة وأنظمة المنطقة وكل الذين يرجون النصرة من الاحتلال نحذر قيادات المنطقة من التعاطي مع مشاريع الإدارة الأمريكية المشبوهة المسمى الاتفاقيات الإبراهيمية والتي لا تهدف إلا خدمة الكيان الصهيوني وشرعانة احتلاله على حساب حقوقنا الاتفاق الأمريكي الصهيوني الأخير الذي وصف بالاستفزاز يحمل في طياته رسائل مشفرة مفادها القدس عاصمة الكيان وهو الأمر الذي يرفضه الفلسطينيون جملة وتفصيل هذا الإعلان الاستفزازي الوقح الذي حمل اسم إعلان القدس الذي يكرس أولا القدس كعاصمة لإسرائيل وهو موقف مرفوض جملة وتفصيل لا مرحبا بك ولا للتطبيع هكذا ندد فلسطينيون بزيارة بايدا لبيت لحم فلسطينيون غاضبون خرجوا إلى الشوارع للتنديد بالسياسة الأمريكية الحالية التي لا تختلف عن سابقاتها زيارة بايدا للأراضي الفلسطينية المحتلة لم تحمل أي خطة تدعم خيار حل الدولتين الذي أعلن عنه خلال هذه الجولة بدليل تزامن بناء المستوطنات مع هذه الزيارة كانت نتائجها محسمة من قبل لصالح الاحتلال فالإدارة الأمريكية تبقى دائما تؤمن مصالحها ومصالح الكيان على حساب معاناة الفلسطينيين